السؤال الأول في هذه الحلقة يقول السائل طلقت زوجتي وتزوجت بأخرى احترطت علي زوجتي الجديدة أن لا أتزوج عليها أن لا أراجع زوجتي الأولى أو أن أعدد عليها بزوجة جديدة فهي لا تطيق التعدل ولا تحتمل وقد قبلت بهذا الشرط قبل زواجي منها فهل يجب علي الوفاء بهذا الشرط هل له كفارة أو مخرج إذا رأيت مصلحة في مراجعة الأولى لتربية بنات الصغيرات منها أفتون مأجورين الجواب عن هذا إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ومن ذلك اشتراطها عليه أن لا يتزوج عليها ابن قدامى رحمه الله يقول إذا اشتاط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو أن لا يسافر بها أو أن لا يتزوج عليها فهذا يلزمه الوفاء به فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح روي هذا عن عمر وسعد بن ميوقاص وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين إذا لم يفي لها بشرطها كان لها طلب التطليق للضرر فتحتفظ معه بحقوقها المالية كاملة فلا يقع طلاق التلقائي بمجرد الإخلال بالشرط بل يثبت لها الحق في فسخ النكاح فإما أن تفسخ وإما أن تتنازل عن الشرط وترضى بما قسم الله لها تقر ما فعل الزوج وتبقى زوجة له إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للذي قضى عليه بلزوم ما اشترتته عليه زوجته مقاطع الحقوق عند الشروط وهذا مهول حديث المؤمنون عند شروطهم بن القيم رحمه الله يقول يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن توفى وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح فإن المرأة لم ترضى ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض وكان إلزاما بما لم يلزمها به الله ورسوله طب الحل في صاحب نيه خير له أن يأتمر في ذلك بينه وبين زوجته بمعروف فإن تمسجت بشرطها كان لها الحق في طلب التطليق للضرر ومرد الأمر في القرار النهائي في المقابلة بين الوفاء بالشرط أو قبول التطليق للضرر إليه في وثيقة مجمع فقاء الشريعة بأمريكا مجموعة مواد مدأ من المدة 149 تقول للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينها وبين زوجها يعتبر ضررا مسوغا لطلب التطليق كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية كالزنا والسكر ونحوه يعتبر كل إخلال بشرط اشترط في عقد الزواج ضررا مسوغا لطلب التطليق كما لو شاط لها أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتحول بها عن بلده وتثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات المعتبرة شرعا وإذا ثبت الضرر لدى القاضي أو من يقوم مقامه وعالز عن الإصلاح حكمة بالتطليق